ولكن هذا الموسم مليء بالتحديات أيوة موسم النادي الاهلي دا موسم انا بشوفها جماعة من المواسم اللي هي الأكتر المواسم اللي عادتها النادي الاهلي مش كل سنة كان بيبعدو كسا عمل الاندية وباية البطولات هي اغلبها كل سنة معك طب ايه اللي اضيف عليك بطولة السوبر ليجي الافريقي اللي أيضا عندك مواجهات هتكون ليست بالسهلة مع فريق زي سنبا من أكتر الفرق الغلسة جوه القر يعني يا جماعة على فكرة الأمور لا تقص بقيمة تسوقية أنت ممكن تيجي دايما هتلاقي فريق زي ليون كان في وقت من الأوقات عقدة فريق زي ريال مدريد في دور الأبطال فأنت بتتكلم أن يا جماعة القصة فريق زي سنبا من الفرق اللي ليس سهلة ثم سانداونز إن شاء الله لو تخطينا سنبا فأنت عندك موسم ليس سهل بالمرة وإن شاء الله المسم ده فيه نقطة مهمة جدا وهي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية وقرعة كأس العالم للأندية كانت تم إنعقادها وعندنا بقى مواجهات مهمة جدا الجولة الأولى يعني الاتحاد السعودي حيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وهذه هي الجولة التمهيدية لو فاز حيكون على موعد مع النادي الأهلي الفائز من الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي هيكون على موعد مع النادي الأهلي في مباراة أنا بقول لكم يعني منتظر أن هي تكون من أقوى مباريات البطولة ويمكن من أكتر مباريات البطولة زخم جماهيري إذا استطاع نادي الاتحاد عبور أوكلاندي النيوزيلاندي فأحنا أمام مباراة يعني كل بقى الأمور الجماهيرية اللي أنتو بتنتظروها وكل التحديات والمنافسات العربية عربية وبيكون فيها يعني أمور دايما مشوقة على الجانب الآخر هيكون نادي كلوبليو بيلاعب أوراوة في ربع النهائي والفائز من الاتحاد السعودي أو أوكلاند سيتي اللي حيواجه النادي الأهلي هيكون على موعد مع بطل كوبا لبرتادوريس وأيضا المواجهات التانية من بين كلوبليون وأوراوة فأعتقد هتكون مباراة قوية جدا عسامة والبطولة دي النادي الأهلي عنده فرصة دايما بنقول إن هذه هي آخر بطولة طبعا إحنا عندنا ثقة أن النادي الأهلي دايما أيا كان شكل المسابقة له أمان ولكن لما بنتكلم كناس وقعيين ككورة هذه هي بطولة قبل تغيير نظام البطولة من آخر البطولات اللي تقدر تحقق فيها مركز يتجاوز سالس العالم وهو أفضل ترتيب وصل لنادي الأهلي في كاس العامل خاصة أنت بعدت في نصف النهائي عن بيب جورديولا وهلند وهذه الأسلحة الفتاكة في عالم الرياضة أنت عندك بنزيمة وعندك ربنا يساق إن شاء الله إن شاء الله أيضا بنصك في لعبينة يمكن حتى لما واجهنا ريال مدريد أنا ونواجهة نظري في مبارات الأهلي وريال مدريد كان أفضل لعب في الفريق إن كان حسين الشحات فإحنا نصد جدا في لعبينا بالتأكيد البعض ممكن يرتكن للعوامل التاريخية وده ممكن يكون يديك إضافة معنوية فقط لغير لكن أول لما الحاكم يسفر أول لما بتنزل أرض الملعب أول لما بتبدأ المباراة ده إذا كان المباراة فعلا ما بين آله والتحجد لأنها ما زالت حتى هذه اللحظة هي مباراة محتملة فقط لغير ويمكن شفنا دول كتير استضافة البطولة دي أحيانا كان بيوفق بطل الدوري زي الرجاء وأحيانا لم يوفق زي فريق الوداد مثلا أمام الهلال البطولة المضية فهي لا تقضع لأي معي ولكن البعض بيستند أحيانا للتاريخ وده شيء إيجابي جدا إنه هو يديك دوافع معنوية فقط لغير للعبيك قبل المباراة لكن اللي عجبني واللي أنا شايفه إنه هم مستندين لدوافع أكتر من فكرة أنها مادية سكواد قوي سكواد زي ما فارس قال فيه كريم بن زيمة وفيه لعبين كبار لكن دايما وأبدا ده بتبقى مباراة الناد الأهلي المباراة الناد الأهلي بيحاول لعبيه يتشوف فيها عن معدنهم الحقيقي لأن الفكرة في الناد الأهلي أبعد من فكرة قيمة تسوقية يمكن قبلنا الهلال السعودي كان قيمة تسوقية ضعف قيمة تسوقية للناد الأهلي وكان ناس كتيرة جدا جدا شايفة أن المادالية البرونزية راحت في سكة الهلال السعودي ولكن الناد الأهلي تقدم والفريق مكتمل والفريقين مكتملين ودخل المباراة بطريقة لعبه مختلفة ويدر أنه يحاق الفوز